توفي لعب دولي السوري السابق نادر جخدار 45 سنة البيت نهار عليه رحمة الله عليه هو مدينة جبلة على السحل فيه اظن كريسيان اتسو بيلعب في قطاي سبور لقوه تحت الانقاض ويعني تم العصور عليه ولقوه حي بالمناسبة عشان الناس برضو تتطمن فكويس جدا انه الحمد لله سبحانه وتعالى يعني فيه انسان وجد حيا المسألة برضو هنا مش متعلقة بتكون انه كريسيان اتسو لعب كبير ومهم ومعروف كويس ان احنا الحمد لله فيه قدرة على انقاذ الاحياء نتمنى يعني لكل المؤسسات اللي موجودة في تركيا انها تقدر بإذن الله تخرج اكبر قدر ممكن من الاحياء ويغيثوهم وربنا يا رب يرحم كل من توفى لا اعلم شكله ولا دينه ولا عايز اعرف ربنا يرحمهم جميعا يسكنهم جميعا يعني فسيح جناته صحيفة بولا البرتغالية بتقول انه هم بالفعل يعني هم المنشور انه عثروا على اللاعب الغاني كريسيان اتسو وعثروا عليه وهو حي لانه كان محاصر زي ما كنت بحكي لحضراتكم تحت الانقاذ من ضمن العلقين زلزال صعب جدا كان المركز بالمناسبة هناك يعني جنب مدينة هاتاي اللي بيلعب فيه فريق هاتاي سبور كريسيان اتسو ودي صورة اللاعب الغاني الشهير المحترف في النادي التركي يا رب يقدروا ينقذوا اكبر قدر ممكن وربنا كمان بالمناسبة يعني يقدرهم على اعادة اعمار تركيا مرة تانية او بالادق المناطق المنكوبة مش عايز اقول تركيا لانه مش عايز اقول انه تركيا كلها فيها ده لا اتمنى ذلك ابدا اتمنى انه المناطق المنكوبة دي تتم اعادة او يتم اعادة اعمارها بمنتهى السرعة ومنتهى الكفاءة باذن الله رحم الله كل من توفى الله يرحمهم يا رب ويا رب يا رب يا رب يخرجوا اكبر قدر ممكن من الاحياء امين